موسيقى موسيقى الموضوع يحاول مستشفاء القرب بمدينة زيو أو الوضع الصحي كامل بمدينة زيو ولكن نظرا لأن الوضعية المليحة الحالية كتطلب مننا أننا نتكلموا بإلحاء حول التكافل الاجتماعي داخل المدينة زيو على اعتبار أن المدينة أولاد فيها واحد حالة اجتماعية صعيبة وعينما مجموعة من إداءات كنتلقاوها بشكل يومي داخل موقع زيو سيتي أو من خلال موقعنا كنشاطة جمعويين حالة في الحقيقة أصبحت استعي تكاثف جهود كافة أبناء زيو إذن لا ننسى أن الموضوع الرئيسي دياننا هو مستشفاء القرب بمدينة زيو ولكن موضوع التكافل الاجتماعي سيستطيع أن أكون حاضر مجموعة من الجمعيات المحلية التي تقوم بمجهودات سواء جمعيات محلية سواء أحزاب سياسية التي تقوم بمجهود كبيرة وتقدم قفر للناس المعويزين وفي هذا اليوم نستطرف النشط الجمعوي والفاعل الجمعوي بمدينة زيو السي أسما العموري تفضل السي أسما العموري مرحبا بك سي أسما العموري مرحبا بك سي أسما العموري عرفنا نفس الناس الذين لا يعرفون كيف نترك غني عن التعريق المدينة زيو السي أسما العموري رئيس جميع محب الرحمن من أبناء زيو الحمد لله جميع دينا كل ما يعرفها كل ما يعرفه بدلت تشتغالي لها في 2014 وبقية الحد لها الحمد لله كتكون بمجهودات كبيرة القليل اللي كيعرفها لحقاش تغطية نسبة لنا كفعين جمعويين كتكون ش تغطية شميلة حتى ما احترام يعني لبعض الأمور اللي كتخص الجمعية والحمد لله نحن مستمرين في العمل الجمعوي دينا والاشتغال دينا متواصل وفي ذل هذه المشكلة اللي كان عشو دي الفاجئة عند كورونا عشان نقول نطلبهم الله يبعد علينا هذه الوباء وانتمنى إن شاء الله نكونوا يدعون لهذه الأسر المعويزة ولي فأمس الحاجة اللي يدعون ويدعون معنا باش نستمروا معهم ويدعون معنا عبتاني باش أن هذه البالة هذا ما يبقى شكرا ناسي أسما العموري يعني في هذا الظرف هي صعبة لكي يمر بها العالم وخصوصا أننا نذهب على مدينة زيو وماذا نبرتوشي مبادرة لحد الآن؟ الحمد لله قمنا بمبادرة في مدينة زيو من نواحي من بين مجموعة المبادرة التي تقدزت المبادرة كانت فيها مجموعة مساعدة مالية للأسر المرويزة ولي فضعية هشة والحمد لله قد تصل متواصل مع مجموعة الجمعيات اللي ديني معهم شاركة على سأنه باش تستمر يستمر الدعم ويستمر مديد العون للآخر المحتاج يعني بالجمعية ديلكم معروفة بمديد العون للفئات الهشة قصوصا الأراميل والأيتام وضعية الاجتماعية داخل الدينة زيو حاليا كيف تشوفها من منظر ديرك باعتبارك رجل الميدان تتحرك داخل المدينة وداخل الأحياء كيف تشوف هذه الوضعية؟ بالنسبة لي حاليا المضايا بي اسمنا في خيضم هذه المدينة وفي مديد العون بالنسبة لفئات الأراميل ولكن في هذه الظرفية ارتعنا أننا نقدم تيد العون لإحتل الفئة المويزة كما نقول مدينة زيو معروفة بمناطق التي تحط بها مناطق الشار كتعاني السكينة وفي هذه الفاجعة تزادت المعاناة تزادت المعاناة على ما أعتقد وعلى مبالية الزيارة التي قمنا بها في مجموعة الأحياء لدينا مجموعة الأخوة وصراحة كانوا الموناوين الذين يعملون في الفلاحة ومعروفة وكل شيء يحبس ويستمر حمدنا وكان حاولوا ربط التصار مجموعة الجمعيات التي تربطنا علاقة بهم حتى من المبالية وكل الحال وحاولوا للتأمين وكثيرا للتأمين يحتاجون لتأمين في ثلاثة والأعدي ونحن نستمرون معهم ونحن نستمرون معهم ونعملوا ميدانياً ونقوموا بزيارة الأسر ونرى الأسر المحتاجة وعيشة وضعية ونقصدهم أولاً ونقصدهم أولاً ونقصدهم 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 ميدانياً ونقصد البرنامج ونقصدنا بإستمراره وفقاً ونقصد مكالمات كانت لديهم المكالمات عديدة طيلة اليوم هذه المكالمات التي تلقوها كانت بحث سي أسامة وكانت الناس مع الأشخاص الذين عرفوهم وكانت يقود فيهم كانت تواصلوا معهم مباشرة بعدما كانت لديهم المكالمة كانت أسامة وإخوان قرين الذين يشتغلون في الميدان الجمعوي وكانت أعطيهم مباشرة رسمية لذلك الأخ الذي أعطيناها على الأسف كائن وضعية اجتماعية جدا المشكلة لأننا نرى شباب تبارك الله كان خدام على أسره ولكن كان يتلك يقول لك أنه لم يرانيش خدام وكان المدخول دياله وصد الرمق دياله كان مرتبط بذلك المدخول اليومي لكن المدخول اليومي لم يبقى نهائي لأن الوضعي الاقتصادية توقف حالياً في الدين المشكلة لأن الناس الذين يدخلوا بشكل يومي لم يبقى نهار حبسة نهار دارت بلادنا حالة الطوارئ الصحية وهذا كان مفروض وكان خاص بكثير ونهار اللي بلادنا دارت حالة الطوارئ الصحية هذا الإنسان كما نقوله أمبان ولكن الأمانة كل شيء يعني الحالات كانت تبقى المباشرة على الإخوان وعلى رأسهم السيء وأسامة وبقية الإخوان التي ستطلبهم في القادم من الحلقات شكراً استساعد القدوري وستطفوهم راكينين واحد الشباب اللي كانت موققت بالمشرادين فهذا المدينة ومهذا المنظر كان حيين مجموعة السيبريس بن داود ووو الزملاء دياله إن شاء الله اللي سنستطفوه في حلقة مقبلة يعني هاد الناس كيتكفلوا بالمشرادين طيلة تفترة الشتاء وكيتلقوا يعني مساعدات ودعم من أبناء الجالية ومن الداخل أيضاً من هذا المنبر كان حيي هذا الشباب كما أن هناك يعني فئات عريضة من المجتمع المدني بمدينة زيو تشرفوا على إيصال قفاف وهناك مواطنين وبهذا المناسبة كان حيي واحد المواطن في مدينة زيو اللي كيقوم بواحد دور جبارسي الطهر الخطاري يشتوف في واحد كين مكالمة المباشر يتفضل الأخ الجاري البكوري السلام عليكم وعليكم السلام من معي؟ عبدالله الوردي من دولة بلجيكا مرحباً بأبناء الجالية المغربية في أوروبا وبالطبط ببلجيكا سعد الله الوردي تحياتي لك من فضلك أرفع شوية الصد حافظكم الله في هذه المنافسة عن وضع الاجتماعي وضع ساكنة أنا عندي نقطة هذا النقص بعدها نحيي الأخ أخ أسما العموري أسما العموري كان معنا في الأستوديو أسما العموري أسما العموري أسما العموري شكراً سعد الله ما هي ناتجة عن الهياك الانتخابية نتجة عن الهياك الانتخابية نرجع بالرغم بالحصل الصيحي بالرغم جمعات الاعتبارة كي يشتغلوا على الواتف مثلاً على تلك جمعات بارسلونا كافية من هذا الموقع سيفايصل بوهدوز سيفايصل بوهدوز بدورنا يحييس سيفايصل بوهدوز بليف سلامنا سيفايصل هذا إضافة إلى واحدة جمعة أخرى هنا في تويربن بلبيضة عدوز في الضعيف ومن معه هنا يدرس مدينة بروكيرد شكراً سي عبدالله الوردي وممكن شكرك على هذه المكالمة إلى فرصة قادمة إن شاء الله سي عبدالله كنحييكم هذا المنبرد نقرأ عليكم واحدة الرسالة توصلنا بها لكتو من أحد الإخوان يعني إطار بنكي بالعروي سيبو ترفاس تسمعون الرسالة ديال ديال المجلس الجماعي أو الجلس بلادي اليوم اللي نورمال موخص تبان تبان لتبان لأي مبال العمل ديالهم كان عرف بنا جمعيات المخدامين ولكن جمعيات أخرين اللي صاغرين كيدووا الدعم وممكن ما زال مش فيناه ومش فيها في الميدان ربما يكوش عندنا الخبر يخرجوا للإعلام أشنو دارو اللي عندم شي حاجة ما دارو خرجوا الإعلام باش يوضحوا للساكينة السبب دي الاستفادة ديالهم من الملعب ومن المال ديال المدينة هذه فرصة احنا الناس اللي كانوا كيدروا أنشيطة موازية لليوم كل شيء الأنشيطة رأواقفة هادوك الفلوس اللي عندهم يحاولوا يبتلوا الاتجاه ديالهم لأنها ضرف ضرف طاري رحنا في حرب حرب مفتوحة دواحد الوباء دواحد العدو اللي ما كيبانش اللي ما كانش وموش بالعيون ديالنا واللي ما تربص بينا منذ مدة لهذا كان حتى الناس هادو باش يخرجوا الميدان ويعبروا على سميتو على التضامن ديالهم في الميدان وعن طريق تخصيص تخصيص ماوريد مالية للميدان الاجتماعي ومحاربة الاشاشا ومعن ديالهم ومعن ديالهم خدمة وتكفو على الخدمة أو الناس اللي أصلا ضعف اللي يخصم اللي قوم بيهم وكان ميدار في المدينة وفي النواحي وفي القورة وفي الأحيال ومجرورة الحياة الهاميشية اللي كانت ايش وحد الخصاص كبير من هذا كان شكر زيو سيتي كان شكر الإخوان اللي قوموا على البرنانج وكان حيوكم وحنات احنا في صاعدين وكانت احنا وكانت احنا وكانت احنا في صاعدين زيو أموال الدام العمومي كانت مجموعة من الجمعيات ومجموعة من أنشيطة اللي كانت محورية في الاستفادة من الدام العمومي من جماعات زيو ما كيناش ما قداش اليوم يعني ما غاديش ما غاديش تدير ما غاديش تدير للمجتمع المدني بدين زيو وبالإقليم عليها أن يكتف من المجهودات في سبيل يعني تخفيف من هذا المشكلة التي تعانو مجموعة من أثار يعني الفقر المحلل للعمل وهذا الشيء يحز في النفس يجب أن تطلبوا من المحسنين لكي تدخلوا على الخير صحفي هذا الموضوع نحن نرى كيف أن الناس الذين يستفيدون من الضمان الاجتماعي سيستفيدون ألفين درهم بجهزة ستعطي لهم شهريا كان الملايين الأسرة المغربية التي تعملها في قطاعات غير مهيكلة ومشي موت فمشي هذه الدولة وجدت لهم الحل وهو لدي بلاغ صحفي يالله رأيت وصلت به بين أبي الدين كيف ودق عليكم بلاغ صحفي ركزت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها اليوم الاثنين ثلاثة عشرين مارس 2020 على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي ونظرا لتعقيد هذه الإشكالية اتخذ القرار بمعالجتها على مرحلتين المرحلة الأولى تهم الأسر التي تستفيد من خدمة التي تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي هذه الأسر يمكنها الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش والتي سيتم منحها من موالد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي أنشئ تبعا لتعليمات صاحب الجلال مالك محمد الثالث نصره الله وستحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي أولا 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل ثانيا 1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد ثالثا 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص ويجب على رب الأسرة هذه الإجراءات ويجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة الرميد إرسال رقم بطاقة الرميد الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتف المحمول إلى الرقم التالي 12-12 وتعتبر بطاقة الرميد التي سيتم قبولها تلك التي كانت صالحة في 31 دجانبير 2019 يعني الذي كان تحتد في 31 دجانبير 2019 الذي تحتد في 2020 لا تستفد ويمكن الإدلاء بالتصريحات ابتداء من 32 مارس 2020 وسيتم متوزيع المساعدة تدريجيا ابتداء من 6 أبريل 2020 من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي توليها الجائحة لذلك سيعطيها على مراحل لكي لا يجمعوا المواطنين ويمكن الاتصال بالرقم 12-12 لتقديم المساعدة للأسر وكذا الرد على الشكايات وفي هذه الفترة من التضامن والتي تعرف التعبئة كبيرة فإن أي تصريح تلقاء لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية المرحلة الثانية بالنسبة للأسر التي لا تستفيدوا من خدمة رميد والتي تعملوا في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي سيتم ملحها نفس المبالغ المذكورة سابقاً على طلاقها في الأيام المهيكلة يعني المجمل المجمل أن الدولة هذا كلنا تكلمنا عليه بارح والدولة اليوم الحمد لله فكرت في هذه الفئة وفي هذه القطاعات غير المهيكلة إذا ندفق له خير إن شاء الله كأين المبلغ مالي ستسافد بها الأسر سواء تابعاً لها سنساس وتفتح العمل سواء التي تتخدم في قطاعات غير المهيكلة بحالة الميومين أو الناس الذين يأخذ موقف يعني يمشي الموقف ويستنى الرزق إجيالوجي إذا هذا خبر مفرع فعلا ندفقنا واحد العدد كبير دي الأسئلة كيسولوا على الناس للمخدامين شمت من خلال هذا البلغ يعني قدمت لهم معطايا مهمة كنشكرك استساري لك المساعدة ستكون بطبيعة الحال ستكون بالنسبة للإخوة الذين يريدون يتصلوا بنا عبر الهاتف يمكن لهم الموضوع دائما رح نفره في إطار التكافر والتضامن الاجتماعي ضيف الشرف ضيف الشرف الضيف الشرف الذي كان معنا اليوم هو السي أسما العموري باعتباره ناشط جمعوي منتمي لجمعية محبي الرحبة بمدينة سيو التي تشتغل بشاركة مع جمعية المغربية الألمانية وفي هذا المنظر كنحية المؤسسة الألمانية على تركيزها على مدينة سيو التدخلات التي كانت مهمة في أكثر من مناسبة سواء بدوار مولاد مالك بضواحي منها زيو يعني بولاد ستوت أو بمدينة زيو التي تتصل بنا مرحبا وهو رقم كبير والاعتقالات وصلت إلى الـ 25 اعتقال يعني من هذا المنظر كان يدعو للشباب والمواطنين إلى الالتزام في بويورتيرام مصطافي نسمح لي وعداد المغاوعة تقدموه أمام أنظار ووكيل المالي كانت الساكينة مرة أخرى وطاربت كيف يعني كيف يعني توصل الأعمال ويتوجد في أقرب وقت وتوجد المستشفى هكا يعني الأشغال الخارجيات ووجدات الجهاز وكل شيء وخرجت الساكينة مرة أخرى مؤخراً في 1 مارس فاتح مارس في 1 سنة الجارية خرجت الساكينة وطاربت بفتتاح هذه المؤسسات إخوان في الموقع ديالهم زيو سيتي بوان نيت توصلوا مع المسؤولين وجمولين أخبار مؤكدة بأن كان من المزمع افتتاح المستشفى في أواسط أبريل المقبل ولكن العالم كامل تفاجأ كما تفاجأ نحن في هذه الفاجعة التي نتمنى الله سبحانه وتعالى يبعدها لنا ويبعدها عن الوطن للأسف هذه الفاجعة فرضت علينا أن كل شيء الاهتمام ينصب حول هذه المشكلة وفعلا لدولات جند الشعب المغربي جند السلطة المحلية ومقترب السلطات مجندين لتحارب هذا كانت النتيجة الحتمية هو التأخير في افتتاع المستشفى القرب بمدين زيو المستشفى القرب الآن لم نعرف كيف ستفتح المستشفى القرب ومتمنى تستفيد الساكينة من خدمة ومحيط الروافي ومحيط ومتمنى مجموعة من الروافي تستفيد من هذا المستشفى نتمنى تزول الجائحة وتفتتح المستشفى وأعتقد الساكينة على دير عبر موقعكم مثل سيتي بون نيت وآخر ما سمعنا من السعب المالك هو ملدوب الجيهوي للوزارة الصحة قدم مستشفى مثل المستشفى في حال تفشي وباء كورونا سيكون مركز لإستقبال وباء كورونا كورونا أيضا وباء كورونا كورونا إذا تفشي هذا سوف تفتتح واستشفى باستقبال الحالات ما تمنا وشي سي مصطفى شكرا سي سعيد قدوريس إن شاء الله نتلقى معكم غدا إن شاء الله في نفس التوقيت نتمنى تكون في صحة جيدة وبناء الإنسان يطبق التعليمات الخاصة بالحظة السحلي إن ذلك قورا في مصلاحته ونما يكون في مصلاحة الآخر بالنسبة للإخوان يعني نأتي إلى نهايتها للحلقة نتمنى ما حلطت اللهم حلطت لأسنه أمه أمه حكث لأسنه لأسنه ثم أمه محيح نشاهد حكرا حكرا لأسنه